السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أبنائي وبناتي الطلاب سعدت بلقائكم اليوم سوف أقدم لكم اليوم مادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الثاني ابتدائي الفصل الدراسي الأول معكم معلمتكم حصر ميح قوانين التعلم عن بعد أبحث عن مكان هادئ للتعلم أجهز اللابتوب وجهاز الجوال استعدادا للدرس أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة موضوع درسي مفهوم الصدق ومراجعة نراجع مفهوم الصدق ومظاهر الاحتفال بأعياد المسلمين وأنا أحمي نفسي واحد وأنا أحمي نفسي اثنين الأهداف العامة معرفة مفهوم الصدق معرفة مظاهر الاحتفال بأعياد المسلمين معرفة أنا أحمي نفسي لا أفتح الباب أبدا في غياب والدي معرفة أنا أحمي نفسي لا أفتح الباب أبدا في وجود والدي إلا بإذنهم الأهداف الخاصة أن يعدد الطالب والطالبة السلوكيات الصحيحة التي تدل على الصدق أن يسمي الطالب والطالب أعياد المسلمين أن يستأذن الطالب والطالبة من الوالدين قبل فتح الباب أن يتعرف الطالب والطالبة على أهمية عدم فتح الباب إلا بإذن الوالدين هنا سوف نتناول الصدق هنا يقول لكم صديقي السلام عليكم سأقول لكم قصتي كنت أنا وصديقي نلعب خارج المنزل وأنا رميت الكرة على ماذا؟ على نافذة جاري ماذا أفعل هنا؟ هل أهرب؟ وعندما يسألني جاري أو أبي وأمي أكذب أقول أنا لم أفعل أم ماذا؟ ماذا يجب علينا أن نفعل؟ هنا الطالب هنا الولد أحمد سوف ماذا؟ سوف يقول الصدق ويخبر أباه وأمه وأباه وأمه تواصلوا مع الجار واعتذروا منه هنا شكرني أبي وأمي على ماذا؟ على الصدق شكرني أبي وأمي على صدقي لا بد علينا يا طلابي وطالباتي أن نصدقى في القول والفعل مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل ستفعلون مثلي يا أصدقائي في قولي الحقيقة؟ وقول الصدق أحسنتم يا طلابي وطالباتي لا بد علينا من قول الصدق ما هو الصدق؟ هو الصدق ضد الكذب وهو إخبار عن الشيء على ما هو عليه وهو نقيض الكذب الصدق هو نقيض الكذب يا طلابي وطالباتي الصدق يؤدي إلى الجنة وينجي من النار يؤدي إلى الجنة وينجي من النار الصدق يؤدي إلى الجنة وينجي من النار الصادق يكتب عند الله صديقا ويرضى الله ورسوله عنه يحسن خلق الإنسان ويكسب ثقتهم هذا درسنا للصدق ننتقل للدرس الثاني الدرس الثاني هو مظاهر الاحتفال بأعياد المسلمين نراجع مظاهر الاحتفال بأعياد المسلمين هنا في الصباح يوم باكر استيقظ أحمد وسارة ليوم العيد ماذا حدث لهم في يوم العيد وقاما بتغيير ملابسهما بملابس جديدة لبسوا ملابس العيد الجديدة وسمعوا تكبيرات المساجد للعيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر هنا ذهبا إلى المسجد مع والدهم وصلوا صلاة العيد لأداء صلاة العيد ثم ماذا ثم ذهبوا مع والدهم لزيارة أقاربهم والجيران ومعايدتهم إذن أعياد المسلمين إثنان أعياد المسلمين إثنان ماذا ماذا لدينا من أعياد لدينا عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك أعياد المسلمين إثنان عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك عيد الفطر المبارك يأتي في شهر شوال يأتي في شهر شوال بعد الانتهاء من ماذا يا طلابي وطالباتي بعد الانتهاء من ماذا من صومي رمضان من صومي رمضان يأتي العيد المبارك في واحد من شوال يأتي العيد عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك ماذا في شهري ذو الحجة أحسنتم يا طلابي وطالباتي في شهر ذو الحجة في ثمانية ذو الحجة ماذا يحدث في شهر ذو الحجة الحج أحسنتم يا طلابي وطالباتي يأتي الحج والطواف في البيت أحسنتم وفي يوم تسعة من ذو الحجة يأتي يوم عرفة أحسنتم يا طلابي وطالباتي يأتي يوم عرفة وفي عشرة من ذو الحجة ماذا يأتي في عشرة ذو الحجة يأتي ماذا يأتي عيد الأضحى المبارك أحسنتم يا طلابي وطالباتي يأتي عيد الأضحى المبارك أحسنتم يا طلابي وطالباتي إذن مظاهر العيد أن أستحم وألبس الملابس الجديدة وأضع عطر وأأكل التمر هذه من مظاهر العيد وماذا بعد في مظاهر العيد؟ أذهب إلى المسجد وأأخذ، ماذا ترون هنا؟ نأخذ العيدية أحسنتم في العيد ونهني ماذا الأقارب والجيران في عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك نشتري الأضحى أحسنتم ما هي الأضحية؟ هي من بهيمة الأنعام قد تحدث من الخروف أو ماذا؟ أو البقر أو الجمل أحسنتم من بهيمة الأنعام والأضحى ماذا نفعل بها؟ نوزعها على الفقراء والمحتاجين والأقارب وكذلك الجيران هذه توزيع الضحية عبارات المعايدة ماذا نقول في العيد؟ كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد وماذا بعد؟ وعيد مبارك في العيد نهني الأقارب والجيران هنا انتهينا من مظاهر العيد والعيدين ماذا؟ عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك أحسنتم سوف نراجع الدرس التالي أنا أحمي نفسي لا أفتح الباب أبدا في غياب والدي نراجع هذا الدرس أحمي نفسي كيف لا أفتح الباب أبدا إلا بموافقة والدي لا أفتح الباب أبدا إلا بموافقة والدي وهنا عند غياب والدي ماذا يجب علي؟ أن لا أفتح الباب أبدا في غياب والدي هنا نشاط رقم 1 ضع علامة صح إذا كان السلوك صحيحا وعلامة خطأ إذا كان السلوك خاطئا هناك من يطرق الباب لكن لن أفتح الباب لأن والدي ليس موجودي والصورة الثانية هنا يطرق الجرس ماذا أفعل؟ تصرف هنا صحيح تصرف هنا صحيح وهنا عندما أفتح تصرف خاطئ إذن لا بد علينا يا طلابي وطالبات أن لا أفتح الباب أبدا في غياب والدي ووالدتي ونشاط رقم اثنان أرسم دائرة حول الشخص الذي يفتح الباب عندما يقرأ الجرس هل هو فواز أم نورا أم الأب والأم؟ أحسنتم الأب والأم أحسنتم يا طلابي وطالباتي إذن تعلمت أن لا أفتح الباب أبدا في غياب والدي ووالدتي نراجع الدرس الأخير أنا أحمي نفسي لا أفتح الباب أبدا في وجود والدي ووالدتي إلا بإذنهم الهدف لا أفتح الباب لأحد في وجود والدي ووالدتي إلا بعد موافقتهم هنا طرق الباب أنا في البيت وطرق الباب صديقي ماذا أفعل؟ هل أفتح الباب بسرعة يا طلابي وطالباتي أم ماذا؟ أستأذن من أبي وأمي أحسنتم في وجود أبي وأمي أن أستأذن من أبي وأمي لفتح الباب أستأذن من أبي وأمي لفتح الباب عندما يأذن لأبي وأمي أفتح الباب لصديقي أحسنتم هنا نفتح الباب عندما يأذن لنا أبي وأمي النشاط رقم واحد أتتبع النقاط لفتح الباب عندما يقرع الجرس في المنزل هنا يقرع الجرس أستأذن من والدتي لفتح الباب بعد موافقة والدتي أذهب وأفتح الباب هنا أتتبع النقاط لا بد أن أستأذن والدي ووالدتي إذن تعلمت ماذا أن لا أفتح الباب أبدا في وجود والدي ووالدتي إلا بعد استئذانهم قد وصلت إلى نهاية المراجعة يجب مراعاة التالية عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا أن تجزأ هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها مراعاة قدرات وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب تعميم هذه المهارة على أولياء الأمور تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على معرفة الصدق والتحلي به ومظاهر الاحتفال بأعياد المسلمين وكيف يحمي نفسه لا يفتح الباب أبدا في غياب والده وعند وجود والده يستأذن منهم التوصيات الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس علينا مراعاة الفروق الفردية بين طلابنا وطالباتنا تبسيط الأهداف لهم التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواع المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة ومن حولنا قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم كانت معكم معلمتكم حصر ميح إلى اللقاء اشتركوا في القناة